هذا الخلاص هو خلاص من غضب الله لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم فإلحق حالك الرب يسوع الجاي إذا رفضت المسيح هو سينكرك وسيرفضك وهون عاوز أكلم كل الناس اللي بتبيع يسوع المسيح بأبخس الأثمان بخطية برفض بزواج غير شرعي بطلاق غير شرعي بخوف أنك تغير دينك بعدم إيمانك الصحيح بمسيحيتك الإسمية بالمسايرة بالتهادن والمساومة على حساب الحق الكتابي قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه ما فيش طريق تاني ما فيش خلاص تاني إلا من خلال يسوع المسيح خلاص من غضب الله بدون الخلاص أحبائي سيواجه الإنسان الدينونة وهو خلاص أبدي يكمل بعد الزمن في آيات كثيرة طبعا تتكلم عن هذا الموضوع على أنه هو خلاص من الشر من الفساد من الأعداء من الخطية ولكن هذا الخلاص هو خلاص الفداء الكامل أي حتى أجسادنا تأخذ أجساد نورانية ممجدة غير قابلة للحزن ولا الخطية ولا الآلام ولا الموت والحزن لا يكون بعد لأن الله سيمسح كل دمعة من عيونهم ونكون مع الرب كل حين فهذا هو الغرض أحبائي من مجيء الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر